في السياق خرج اجتماع الإطار التنسيقي في منزل رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالك بقرار عدم إجراء مفاوضات مشان تشكيل الحكومة المقبلة قبل نظر مفاوضية الانتخابات بالشكة ووضعون التي تقدمت بها قوى الإطار وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية وكشف مرشحون مستقلون فائزون عن تيارات مكوكية يقوم بها ممثلون لدولة القانون لاجتذابهم ضمن تحالف دولة القانون بهدف تشكيل الكتلة الأكبر